المرصد سبق وأطلق النسخة الأولى من هذه المبادرة وجابت نتائج مصمرة جدا ودلوقتي إحنا مع النسخة الثانية من انطلاقها تخلونا نعرف تفاصيل أكتر بشكل وافي مع الأستاذ خالد شلتوت الباحث بوحدة رصد اللغة الألمانية بمرصد الأزر لمكافحة التطرف أهلا بك يا فنم وصباح الخير عليك صباح الخير يا مصر أولا أنا بصبح على السادة المشاهدين والمتابعين وفي بداية الحديث أنا عايز أقول ليه تطرق مرصد الأزر لمكافحة التطرف لمثل هذه المبادرات هل ده كانت من نوعية أو طبيعة العمل اللي بيشتغل عليها المرصد كما يعلم المشاهد أن مرصد الأزر لمكافحة التطرف هو بمثابة عين الأزر النظر على العالم ودي كانت فكرة فضيلة الإمام الأكبر وبيعمل مرصد الأزر ب13 لغة أجنبية الدور اللي بيشتغل عليه المرصد هو رصد كافة الأخبار والأفكار المغلوطة اللي بتبثها الجماعات المتطرفة بشتى اللغات لذلك احنا عندنا 13 لغة أجنبية حية فضلا عن اللغة العربية في المقام الأول اللغة الإنجليزية والفرنسية والألمانية والأسبانية والإيطالية والأردية والتركية والصينية واليونانية والإيطالية إلى غيرها من اللغات احنا طول الوقت بنتابع الأفكار اللي بتبثها التنظيمات المتطرفة ليه بقى تطرقنا لمثل هذه المبادرات احنا وجدنا من خلال رصدنا ومتبعتنا للأفكار المغلوطة اللي بتبسها التنظيم المطرفة أن دور النشأ يعني ليه الدور الكبير في جماعات وصفوف التنظيمات المطرفة يعني تجد أن المدرسة والمناهج التعليمية هو ده يعتبر العامل الأول الذي من خلاله يتم استقطاب الأطفال أو النشأ لذلك كمنا بعدد العديد من الدراسات والفيديوهات والمبادرات والحملات يعني أذكر يعني مبادرة اسمع وتكلم دي كانت بتناشد الفئة العمرية اللي هم صفوف الجمع دي كان منتدى اسمع وتكلم وده اشتغلنا عليه منتدى اسمع وتكلم واحد ومنتدى اسمع وتكلم ثم تطرقنا لمبادرة اعرف أكتر اعرف أكتر النسخة الأولى كانت بتستهدف النشأ في المراحل الابتدائية والإعدادية يعني كانت النسخة الأولى يعني أنا بس عايزة أفهم دلوقتي الأفكار دي موجهة ليه النشأ الصغير المتحدث باللغة العربية العربية نعم بيتوجه لهم بلغات مختلفة يعني لا دي احنا بنقول الناتج المبادرة دي بقى احنا من قراءتنا وتحليلاتنا لما بسهوا التنظيمات المتطرفة احنا بنطلع منها بنطلع منها بمخرجات يعني مثلا في النسخة الأولى كانت بتستهدف النشأ في المرحلة الابتدائية والإعدادية عملنا فيها ايه؟ شرحنا فيها الإسلام بصورة مبسطة يعني شرحنا فيها أركان الإسلام بشكل حديث تمام أركان الإيمان مع الدين والحياة وكيفية التعامل مع الآخر دي كانت النسخة الأولى دي كانت المبادرة اسمع وتكلم أو اعرف أكتر دي كانت المحاول الأساسية في النسخة الأولى النسخة الثانية احنا استهدفنا فيها النشأة والطفل في المرحلة الإعدادية والسنوية أكبر شوية وديت إن شاء الله هنبدأ فيها في الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر يقدر المشاهد يخش على صفحة الفيسبوك مرصد الأزهر وهيلاقي لينك يقدر من خلاله يخش على اللينك ويسجل اسمه وبياناته ويقدر يحضر المبادرة المبادرة بقى اللي احنا شغلنا على دلوقتي بتشمل محاور عدة احنا في المرة دي حنا بنتكلم عن 8 محاور المرة فاتكلمنا عن 4 محاور لإني كانت الفئة العمرية أقل شوية المرة دي الفئة العمرية عندنا المرحلة السنوية والإعدادية فبنتكلم فيها عن 8 محاور المرة دي المحاور بتاعتنا هنشتغل فيها على ثلاثة أيام من يوم 8 إلى 10 سبتمبر المحاور بتشمل عدة كثيرة يعني منها مثلا على سبيل المسال أهمية الدين في الحياة مخاطر التطبيقات والألعاب الإلكترونية مخاطر النت العلاقة بين الشباب والفتيات مثلا التطرق إلى الأسئلة والخواطر التي تدور في الأطفال أو النشأ عن الذات الإلهية العنف الاجتماعي الشباب بتواجه عنف الاجتماعي دلوقتي طبعا المحاور موجودة معنا دلوقتي فتفضل أتمنى يا سيدة مشاهدين متابعة تلك المحاور على صفحة مرسد الأزهر باللغة العربية يعني مرسد الأزهر بترشد دائما باللغة العربية إلى جانب عدد من صفحات اللغة لكل وحدة صفحة موجودة باللغة بتاعتها أنا عايز أقول أن مبادرة أعرف أكتر ديت واحدة من ضمن الأعمال التي قام بها مرسد الأزهر يعني إحنا عندنا طول التسعة سنوات إحنا بنشتغل على الحتة دي يعني مثلا من ضمن وأهم وأبرز الدراسات اللي قام بها مرسد الأزهر هو كيف قامت التنظيمات المتطرفة باستقطاب الأطفال